للمزيد من التفاصيل حول المساعدات الإنسانية التي ستقدم لأهالي قطاع غزة من معبر رفح الدولي نذهب إلى رسالة الزميل مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية يعني مئات الأمطار هي التي تفصلنا عبر البوابة الرئيسية لميناء رفح البري هذا الطريق والممتد والواصل حتى البوابة الرئيسية لميناء رفح يكتظ بعديد من السيارات سيارات النقلة الكبيرة التي تحمل بعديد من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني تتمثل المساعدات في المساعدات الغزائية والطبية والمعيشية كل هذه المساعدات وعلى يمين ويسار الطريق تعبر عن حجم الدور الكبير الذي يلعبه التحالف الوطني المصري ومؤسساته المختلفة وأيضا الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إيصال المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين إذا ما تحدثنا عن الصورة فالمشهد من خلفه يوضح حجم السيارات التي تقف ويقتض بها عدد كبير من المشاركين والمتطوعين ومعنا الآن أحد المتطوعين الذي يمثل أحد مؤسسات التحالف الوطني برحب حضركم نتعرف عليك إبراهيم الفالوجي عضو التحالف الوطني لعمل أهل التنموي مجلس شعور المصري يعني لو كلمتنا عن وجودكم هنا في هذه المنطقة وإصراركم على المكوث في هذه النقطة حتى إيصال المساعدات إحنا فعلنا هشتاج المجتمع المدني رابطون ورابطون حتى الإغاثة إحنا قاعدين لبكرة وبعده قاعدين إلى مدى النهاية عشان نغيس أولادنا وإخواتنا الفلسطينيين في غزة جوا لابد من حض أن لازم الأغذية ولازم المواد الطبية تخشي لإخواتنا في أرواح جوة تبيد إحنا لازم القيادة السياسية وقفت في دهارنا لازم القيادة السياسية تكمل المشوار ولازم على أقل حاجة المساعدات دي تخشي لإخواتنا في غزة لإنقاذ غزة وأطفال غزة والأرواح اللي جوة شكرا لحمد العفوان يعني الطريق الذي يوضح معبر رفح البري به العديد من السيارات على يمين الطريق وعلى يسار الطريق ربما الصورة تعكس حجم المشاركة الكبيرة لمؤسسات المجتمع المدني المصري وأيضا الجهود التي قامت بها الدولة المصرية من أجل إيصال كل المساعدات سواء من المجتمع المدني المصري أو من الدول التي رغبت في إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية أيضا هناك أحد أعضاء التحالف الوطني الذي ينضم إلينا بنرحب بيك ونتعرف عليك مهند العسال عضو في مؤسسة حياة كريمة إحنا موجودين النهاردة عشان ندعم إخواتنا في فلسطين إحنا متابعين الموضوع إحنا بقنا خمسة أيام موجودين هنا متابعين الموضوع من أول ما جبنا المساعدات وحملناها في العربيات لحد العربيات موصلت من القاهرة والمحافظات لحد معبر رفح إحنا هنفضل موجودين هنفضل لحد ما المعبر إن شاء الله يتفتح وندخل المساعدات والإغاثات لإخواتنا في فلسطين في هاشتاج مرابطونا حتى الإغاثة إحنا فعلنا الهاشتاج ده تحت مظلة التحالف الوطني عشان نثبت أن المجتمع المدني عندنا قادر أنه يدعم إخواتنا في فلسطين ومشان نتنازل عن حقهم أن المساعدات دي توصل لهم شكرا لك رسالة قوية من المتطوعين والمشاركين في هذه الحملة من أجل إيصال المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين التحالف الوطني بمؤسسته وأفرعه المختلفة يشارك وبقوة لإيصال المساعدات الغذائية والإغاثية والصحية إلى الأشقاء في فلسطين ربما المشهد من خلف ما زالت الصورة تعبر عنه عديد من الشاحنات التي ما زالت تقف وتنتظر حتى صباح الباكر عند فتح المعبر بعد المؤتمر الصحفي المقرر عقده من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنتونيو جوتيريش معنا أيضا أحد أعضاء التحالف الوطنية بنرحب بيك ونتعرف عليك أيمن مناخلي مجل الشباب المصري عدو التحالف الوطني للعمل للأهل التموي نحن النهاردة موجودين هنا عشان نوصر رسالة للعالم الخارجي كله أن نحن مرابطون حتى الإغاثة لإنقاذ إخواتنا في فلسطين وده طبعا بعد تعليمات السيد الرئيس أن ممنوع أن إخواتنا يسيبوا أرضهم ويتفضلوا مشكورين عندنا هنا في سيناء لأن إحنا لو عملنا كده يبقى القضية الفلسطينية اتحلت للأبد شكرا كان رسالة واضحة من الشباب المصرية انطلاقا من الرسالة الرئيسية للدولة المصرية وهي الوقوف بجانب القضية الفلسطينية لم يقتصر الدور المصري فقط على الدور الدبلوماسي ولكن امتد أيضا إلى دور المساعدات وتكثيف الجهود مع كل دول العالم من أجل حل سريع للقضية الفلسطينية وإيقاف الحرب في قطاع غزة وإيقاف الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي نتحدث من أمام معبر رفح البري وقبيل انطلاق هذه الشاحنات في صباح الغد عقب المؤتمر الصحفي للأمينة العامة للأمم المتحدة هناك أيضا جهود عديدة تقوم بها الدولة المصرية كتمهيد الطريق الطريق الواقع من ناحية الجانب الفلسطيني والتي تعرض لعديد من القصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كل هذه الجهود وما زال عدد كبير من المتطوعين والمرابطين كما أطلقوا على أنفسهم هم بالفعل مرابطون حتى الإغاثة مرابطون أمام البوابة الرئيسية لمعبر رفح البري وما زالوا ينتظروا دخول كل هذه المساعدات وما زالت الصورة تكتمل قبيل انطلاق عدد من الشحنات وهو ما يؤكد الدور المصري وهي الرغبة الأكيدة والرغبة الملحة بأن تكون المساعدات بصورة مستمرة وهو أيضا ما أدل به وصرح به الأمين العام للأمم المتحدة إذن هناك اتفاق في الرؤى ما بين مصر وكل من تنصق معه من أجل إنقاذ الشعب الفلسطينية من أمام معبر رفح البري مصطفى عبد الفتاح هنا القاهرة عاصمة الخبر